كلامة حالف الجزائر هل استطاعوا أن ينتظروا على الجزائر لحظة استطاعات القوية العربية في جزائر أن تهجل مقارنسا وتوقعها شتى أدائم والاستطاعات القوية العربية في جزائر أن تهجل حلافات عامسا القوات اللي كانوا الإنجليز والأمريكان مجاهزين عشان ضغط قدام روسيا باحتنا على الجزائر ما يجريتش ضغط قدام الجزائر إسرائيل حقيقة واطعة كما هي طلبات إسرائيل يجب أن تلقل حدود إسرائيل موجودة تظنون مؤهل أسرائيل كل هذا موضوع لفتتكلم فيه بعدين موضوع يعني مواجه بس كل حرف زينا فلسطين اللي شرده حقوق شعبة فلسطين يقول لك نتفعلهم شوالكروس مش كل واحد يبيع بلده بالكروس فلسطين دي بلد قديم ألاق ألاق سنين وبعدين استطعنا أننا نشتري السلاح مروسي والمروسية مش مروسية مروسي اتفقنا مع روسيا على أنها مجنب السلاح وتقت روسيا على أنها مجنب السلاح وتمت فقط الأسلاح وبعدين حققت الضلجة ايه الغرض من الضلجة دي دور ذا السلاح الشيوعي مش عارف انا فيه سلاح شيوعي وسلاح غير شيوعي انا عارف السلاح الي لانا في مصر بسلاح مصري حفرة القناة اللي بأروحنا وجماجننا وعظننا ودماءنا ولهذا قد وقعت اليوم ووافقت الحكومة على القرم الآخر قرار من الآية الدمورية بتهميم الشرطة العالمية مثلا قواتلا ترجمة نانسي قنقر امالك عبو خالد ينخر دينك يا بطل العرب انت وحدك بدك تحررها ينخر دينك يا صلاح الدين ينضر خواجيك بالحلال وكيف يحكوا بس بيحكوا وبيفعن امالكو يا شباب امالكو اعيش عبد الماصر يا اقول كل اشي بيجي بوقته حلو ايه والله يا جماعة خلونا نسمع ويا زلمة ويا اخوان ويا شباب والعلمة هلكم الحيطان الهوزان اسمعوا الخطاب وما يشكوا برا اعم يا الخطاب ايش يا شباب تكونش خلونا نسمع الخطاب يا عم العوافط الزادي وغيعته من بلادنا خلونا نفهم وندرس امور عروات خلونا نفكر الكدام شوي امور